نرحب بضيفنا في سوديو أرافدين السادة حسين سبعوية الكاتب والباحث السياسي السادة حسين بداية مرحبا بك أهلا نسأل أنحياكم الله من خلال مراقبتك لتظاهرات ثورة تشرين في العراق يشاع من قبل الكثير أو من قبل البعض بأن تظاهرات ثورة تشرين سوف تتأثر سلبا بالتوتر ما بين أمريكا وإيران في الأحداث التي شهدتها المنطقة قبل أيام بحسب ما تشتهي الأحزاب السياسية مثل ما يرى البعض يعني كيف تقيم المشهد؟ أبدا التظاهرات لم تتأثر بهذا وعلى العكس كل ما جرى هو يثبت صحة مطالب المتظاهرين يثبت صحة ادعاء قادة التظاهرات من تدخل خارجي من رفض هيمنة إيرانية من حرب الوكالة من دولة طائفية تدير الساسة طائفين يديرون المشهد العراق السياسي كل ما جرى هو يثبت صحة ما قالوا وهو يخدم متظاهرات ويخدم مشروع المتظاهرين في المقابل أستاذ حسين موقع ميدل إيست آي يقول أن الميليشيات في العراق تعيش حالة فوضى بعد مقتل قادتها هل أنت مع هذا الرأي وكيف تأثرت الميليشيات فعلا أو ستتأثر مستقبلا بغياب سليماني والمهندس؟ شوف الميليشيات هي مشروع موطني فاقدا للمشروع الوطني وتمارس أحيانا عمل خارج طور الجغرافية الحدود الجغرافية للدولة العراقية فبالتالي وهي مرتبطة لحد ما بالمشروع الإيراني فالمشروع الإيراني بحد ذاته ويعاني من مشكلة وهو بدأ يتلاشى من الداخل ثم في الخارج مبدأ تصدير الثورة ونوع حكم ملايات الفقه بدأ مرفوض داخل إيران وبدأ مرفوض داخل عالم العربي والإسلامي وعالميا فبالتالي أكيد هذه الميليشيات ستتلاشى وتقوم قد يجوز بنزاعات داخلية فيما بينها يقتل بعضهم بعض هؤلاء كأقربين في قنينة أما يقتل أحدهم الأخرى ويمتاني معا يعني من خلال متابعتك لثورة تشرين وهتفات ثورة تشرين المنددة والمطالبة بزوال النفوذ الإيراني وكذلك زوال التأثير الأمريكي على العراق يعني من خلال الصراع الإيراني الأمريكي في العراق هل ترى أن هناك تعويلا ربما على الشباب المتظاهر الشباب الثائر من أجل تحقيق مطالب هذه الثورة مع العلم أن ثورة تشرين بشبابها يعني كلها تصرخ لا لأمريكا لا لإيران شوف يعني أولا أنه هذا الشباب الذي استطاع أن يحشد الشعب العراقي وليس فقط المتظاهرين الشعب يحشد الشعب العراقي ويسمع صوته إلى الرأي العالمي لمدة أربعة أشهر ولم يكل ولم يمل وأسقط هذه الحكومة سياسيا والحكومة استقالت وتذكرون أزمة رئاسة الجمهورية في العراق واليوم البرلمان وكل ما جرى فاليوم الشعب العراقي يثق بهؤلاء الشباب في إدارة المرحلة القادمة بعد إسقاط هذا النظام ولكن علينا أن ندرك بأنه وسائل الثورة تختلف ما بعد الثورة فهنا خلاف الوسائل ليس خلاف المبادئ والأهداف الأهداف ثابتة لكن أكيد ستختلف الوسائل وكيف يدير المشهد العراقي ولكن الشعب العراقي يثق بهؤلاء وأيضا الحكومة والأحزاب لديها وسائل كثيرة في الحقيقة للاتفاف على مطالب يعني الشعب العراقي مازال يطالب بإسقاط الأحزاب الفاسدة وإسقاط الحكومة والتغيير وكذا وهم يحاولون إعادة تدوير وجوه قديمة مثل عبد المهدي وغيره هل يمكن أن تنطلي هذه المسائل على الشعب العراقي؟ أولا قد جربوا هذه وقد فشلت أساس العراقيين وخاصة كتلة البناء جاءت بعدة مرشحين وقد أسقطوهم اليوم الكلام عن عودة عادل عبد المهدي إلى المشهد السياسي أو إلى رئاسة الوزراء هذا شبه مستحيل لا يمكن أن يعود عادل عبد المهدي وهو يدرك ذلك شبه مستحيلا ولكن أحيانا يطلبون المستحيل لعله يحصلون على الممكن حتى الممكن لا يمكن الحصول عليه يعني عندما تسمح في الأعلام أنه عودة عادل عبد المهدي إلى رئاسة الوزراء سيقولوا خلنقبل بغيره لأنه هذا فشل التظاهرات لا عادل عبد المهدي ولا أي شخصية طائفية جعلت من رهنة العراق بأيد القوى الخارجية سيكون لها دورا في رئاسة الوزراء أو يقبله الشعب العراقي نعم يعني طغت على الساحة العراقية وعلى المشهد العراقي منذ ما قبل التظاهرات حتى أي صوت هو رافض للوجود الإيراني والنفوذ الإيراني سواء الرافض للميليشيات المدعومة من قبل إيران أو لسطوة خامنائي وحزابه في العراق يتعرض للاغتيال أو للخطف أو التعذيب يعني ليس آخرها ربما اغتيال الصحفي أحمد عبد الصمد رحمه الله وكذلك زميله يعني كيف تنظر إلى محاولات التعتيم وتكميم الأفواه بالخطف وبالقتل والاغتيال يعني أولا أنه هذا له هدفين الهدف الأول إرهاب قيادة التظاهرات والناشطين والمدونين بأنه هذا مصير كل من يعترق ثانيا حجب الصورة الحقيقية للمشهد العراقي عن العالم القنوات التلفزيونية الإعلامين هم ينقلون الصورة للعالم يريدون أن تنقل الصورة فقط من القنوات الطائفية المرتبطة بإيران هي تنقل المشهد العراقي هذا البعد لم يتحقق وكذلك القتل علينا أن ندرك بأن هذا النظام ونظام إيران أيضا اعتمد على القتل وسيلة ولكن للأسف أنه يتبنى الإسلام شعارا فهو يقتل باسم الإسلام ويقتل باسم الله وهذا هو أخطر ما يكون أعتقد اليوم النظام الإيراني فشل فشلا دريعا في إدارة الأزمات خصوصا بعد المقتل قاسم سليماني وإلى الآن يعني أستاذ حسين كما تعرف إضافة للأقتيال الصحفيين والناشطين وردتنا أنباء الآن باستشهاد متظاهر وإصابة آخرين يعني زيادة عن عشرة مصابين في كربلاء استمرار في استخدام العنف تجاه المتظاهرين والمشكلة أنه رغم وجود بعض البيانات المستنكرة لذلك سواء من سفرات كالسفرة الأمريكية في بغداد أو غيرها إلا أن لا أحد يتحرك في اتخاذ إجراءات على أرض الواقع شوفوا أنه اليوم الاستنكار والشجب هذا اليوم ما عاد يكفي للشعب العراقي وما عادي يردع الحكومة العراقية بمعنى أنها تخشى من البيانات تخشى من المواقف الدولية اليوم يحتاج هذه البيانات أن تترجم إلى أفعال اليوم قتل من العراق ما يقارب ألف مواطن سلمي منهم ناشطين مدونين سياسيين مواطنين أبرياء عشرات الآلاف من الجرحة كل هذا اليوم لا بد على المجتمع الدولي المؤسسات الدولية أن تتحرك وتترجم أقوالها إلى أفعال لعلها تردع هذا نظام أما نقول لهذا النظام وهذه الطغمة الحاكمة أن العراقيين مصرين على تورتهم وعلى تحقيق مطالبهم الرفض الشعبي الواسع لعادة تدوير وجوه العملية السياسية بلا شك أنه جاء من ضمن أسبابه أن بجملة العملية السياسية ورموزها عملوا على انتهاك سيادة العراق يعني باستمرار انتهاك سيادة العراق على هذا النحو كيف تنظر إلى إسرار أو زيادة إسرار مطالبات ثوار تشرين بعدم تدوير وجوه العملية السياسية هم يدركون أنه من 2003 هؤلاء رهن الدولة العراقية بإرادات خارجية اليوم هيمنة الإيرانية أصبحت واضحة وجلية لدى الشعب العراق ودى العالم إضافة للاحتلال الأميركي اليوم يعني إعادت أي شخصية من هؤلاء إلى المشهد السياسي أن يكون رئيساً وزراء أو أي منصب سيادي آخر بمعنى أنه كأنك غزيت ما غزيت ولهذا الشعب العراق اليوم رفض هذه الوجوه لا بد أن تأتي وجوه وطنية تحمل مشروع وطني تدير الدولة على أسس مواطنة تلغي ما مضى من مظالم وتعيد الحقوق إلى أصحابها وإلا سيبقى الوضع العراقي كما هو حال الثوار سيقوم في ساحات ويطالبون بحقوق السعب العراقي المشهد أيضاً وسيد الحسين كما تفضلتم أن مصادر داخل منظومة الميليشيات تقول إنهم مجرد أداة فقط للأسف الشديد يدخلون حروب بالوكالة عن إيران ويأخذون البلد إلى وليسوا جزءاً في الحقيقة من الشعب العراقي ما أثر ذلك في المشهد؟ أولاً خلينا أن نقول الجهل لا يعذر صاحبه في الدماء اليوم لا يوجد أحد يقتل مواطن ويقول أنا أداة الجهل لا يعذر صاحبه هؤلاء يجب أن يحاكموا سواء كانوا أدوات أم قيادات أم مخططين هؤلاء كلهم يجب أن يحاكموا في حال نجاح هذه الثورة اليوم التذرع بأنه نحن أدوات لقوى خارجية أو نحن مفروض علينا هذا الأمر غير مقبول من عليه أن يعلموا البقية الذين لم يرسوا القتل عليهم أن يلقوا السلاح ويعودوا إلى الدولة هم نعم جزء من الشعب العراقي لكن الشعب العراقي لا يمكن أن يقبل بالقتل الذين قتلوا المئات لا بد أن يحاسبوا دماء السهداء لا يمكن أن تذهب هدرا نعم شكرا جزيلا لك أستاذ حسين السبعوي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا ضيفا في الأسلام شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم